الواجب على طالب العلم أن يصدع بالحق سواء كان هذا الحق الذي يصدع به يخالف رأيه أو يوافق رأيه فالعالم الحقيقي وطالب العلم الحقيقي هو الذي يُظهر الحق بقطع النظر عن قول أي شخصٍ كائنًا من كان ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ذكر رحمه الله حال من يكتم العلم بعض الناس ربما يكتم العلم لغرب فيقول من كتم العلم ما علمه به فإنه صاحب هوى بل قال رحمه الله إن به شبهًا باليهود قال رحمه الله في هذا الكتاب واليهود كتموا العلم لأغراب إما بُخلًا بنشره وإما خوفًا على شيءٍ من أمور الدنيا يفوتهم هذا الأمر لو صدعوا بالحق لأن الناس سينصرفون عنه أو لأنهم يخافون أنهم إذا ذكروا الحق أن الناس يتكلمون فيهم وذكر رحمه الله الآيات التي تدل على كتمان اليهود للعلم وإذ أخذ الله ميثاقًا الذين أوتوا الكتاب لتبينُنه للناس ولا تكتمونه وذكر الآيات في هذا الشأن ثم قال رحمه الله قال وأهل العلم ممن ينتسبون إليه قد يقعون في مثل هذه الأغراب في مثل هذا الزمن إما بُخلًا بنشر العلم حتى لا يُشارِكَهم غيرُهم في الفضل الذي حصلوا به عن طريق العلم أو خوفًا من أن تنقُص لهم مكانةٌ أو مالٌ بين الناس لو صدعَ بالحق أو أن يفوته مالٌ فيما لو صدعَ بهذا الحق أو أنه لو صدعَ بهذا الحق إذا بهذا الحق يُخالِفُ ما هو عليه أو أنه ينتمي إلى حزب أو طائفة ومعلومٌ أن الانتماء إلى الأحزاب لا أحزاب سياسية ولا دينية لا يجوز في شرع الله والنصُص في هذا الكثير قال أو أنه ينتمي إلى حزب أو طائفة فيكتم الحق لأن هذا الحق لو أظهره خالف من ينتمي إليه انظر وهذا قد يحدث في هذا الزمن بعض الناس قد يُخطأ خطأً في الدين فيردُّ عليه شيءٌ حسن لكن يُخطئ غيره في نفس الخطأ فلا يُردُّ عليه لماذا؟ ألي هذا زمالةٌ أو صداقةٌ أو سيرٌ معك في منهجٍ ما أو في حزبٍ ما حتى لا ترُدَّ عليه الخطأ هو الخطأ أخطأ فلانٌ في هذا الخطأ فرددت عليه فلماذا لا ترد على هذا؟ ألي غرضٍ آخر؟